الأخبار الرياضية يوسادة حيث ودع الأزرق خليجي 24 لكرة القدم بخسارته أمام المنتخب البحريني الذي أكمل رفقة الأخضر السعودي أكمل عقد المتأهلين بالمربع الذهبي للبطولة تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي ودع الأزرق منافسات بطولة كأس الخليج العربي 24 لكرة القدم بخسارته أمام المنتخب البحريني بهدفين لأربعة في الجولة الثالثة الأخيرة من الدول الأول تقدم المنتخب البحريني بهدف السبق عبر علي جعفر في الدقيقة السادسة والأربعين ودرك الأزرق التعذب وسط يوسف ناصر في الدقيقة التاسعة والخمسين من علامة الجساء بعدها استطاع المنتخب البحريني من تسجيل هدفين عن طريق جاسم الشيخ في الدقيقة السبعين والمحترف تياقو في الدقيقة الثالثة والثمانين ثم تمكن أحمد الزنكي من تغريس الفارق بتسجيله هدف الأزرق الثاني في الدقيقة الخامسة والثمانين وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف تياغو الهدف الرابع للبحرين مانحنية بطاقة العبور للبربع الذهبي وفي لقاء آخر تمكن الأخضر السعودي من حجز بطاقة التأهل للدول الأربعة بفوزه على المنتخب العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف تقدم الأخضر السعودي بالهدف الأول عبر فراس البريكان في الدقيقة التاجسة والعشرين وأضافت زميله سلطان بهبري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعين بعدما قلص المنتخب العماني نتيجة عن طريق المنذر العلوي في الدقيقة الخامسة والخمسين ليعود بهبري ويسجل هدف الثالث السعودية في الدقيقة السابعة والخمسين وكان المنتخب العراقي أكد استحققه للتأهل للمربع الذهبي من البطولة بعد أن عزز صدرته لمجهوعة الأولى رغم تعدله سلبي مع المنتخب اليمني رفع رصده إلى سبع نقاط فيما حاصدت اليمن نقطتها الأولى وبقيت في المركز الرابع في ختام منافسة الدور الأول للمطولة جاء لقاء منتكاثئا بين الفريقين مع الظلية للمنتخب اليمني الذي دخل موراه لحفظ توازنه وتقديم أداء مشرف قبل توديع البطولة بينما أراح مدرب العراق بعض لاعبي لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من نجومه وفي ثاني لقاءات المجموعة الأولى أعلن المنتخب القطري المضيس تأهله المربع الذهبي برفقة العراق وذلك بعد فوزه الكبير عال نظيره المنتخب اليماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع العنابي رصده إلى ست نقاط في المركز الثاني فيما ودعت الإمارات البطولة بعد أن حلت في المركز الثالث برصده ثلاث نقاط فقط حسدتها من الفوز على المنتخب اليمني افتتح النجم أكرم عفيف المتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا التسجيل لقطر في الدقيقة العشرين وأتبعه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والعشرين وبعد خمس دقائق قلص على مبخوت نتيجة للإمارات في ركلة جزاء ليعود حسن الهيدوس تأكيد فوز العنابي لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالث والخمسين وقبل نهاية عاد مبخوت ليسجل هدف الإمارات الثاني وأهداف الخامس في البطولة